هذا وتنتهي اليوم معمليات التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي تجرى قبل موعدها السلطة القادمة حيث أدل ما يزيد عن 70 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة هو دون معدل قياسي للتصويت المبكر لعام 2020 خلال جائحة كورونا لكنه لا يزال يشير إلى ارتفاع مستوى إقبال الناخبين ويبلغ عدد الناخبين في الولايات المتحدة 244 مليون ناخب حيث وصلت نسب إقبال الأمريكيين على تصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لأرقام قياسية بلغت 66.6% أي ما يقرب من 159 مليون شخص